في الفيديو بتالي نهارد إن شاء الله أقدم لكم أداة جميلة جداً تقدر تستخدمها في عمل شخصيات أنيميشن تقول أي كلام أنت عايزه يعني هو بيوفى لك شخصيات أنيميشن تقوله الكلام اللي هو عايزه يقوله وهتلاقي الشخصيات بتتحرك وبتقول أي كلام أنت عاوزه ركبت ليلة السفينة مع رفاقها وانطلقوا وصلوا إلى الجزيرة حيث واجهوا بوابة ضخمة مغلقة يبدو أن السر مخبأ وراءها لكن كيف يمكنهم فتحها خلانا أتعرف عليها بالتفصيل ولكن بعد الانترو سلام عليكم أنا أحمد ودي قناة نصر المعلومات لأول مرة تتفرج على القناة تأكد أن تعمل اشتراك ولايك وتابع معايا خلانا أتعرف على الأداة البسيطة اللي هتعجبكو دي جداً والموقع ده أنا قدمته في فيديو سابق وهو كبديل لموقع كانفا بعد الانتقال للوجهة دي في أدوب إكس بريس وتسجل فيها تضغط على ميك أنيميشن فور يوتيوب هلقلنا على الوجهة اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض واللي من خلال هنقدر نعمل شخصية كرتونية بتتكلم وبتقول أي نص أنت عاوزه طبعا إحنا محددين الصوت وهو صوت نسائي فإحنا هندور على شخصية نسائية هي اللي هتتكلم سواء كرتونية أو حقيقية فأنا على سبيل المثال لقيت الشخصية الجميلة دي فواضح أن هي كرتونية خالص فأنا هحددها وبعد كده أروح على كلمة باك جراوند هنا وخلي الباك جراوند لونها أخضر مثلا عشان يكون سهل علينا أن احنا هنعدلها في المنتاج أو نزيل الخلفية بتاعتها هنضغط على كاستم كولر هنا وعلي كده نحدد اللون الأخضر وكل ما كان أخضر فاتح كان أحسن بعد كده ممكن نحدد الصايز ونخليها الف ومتين إلى ستمائة وتمانية اللي هو الخيار ده عشان ده خيار الفيديو العادي بتاعنا أي فيديو ممكن تختار أي خيار على فكرة لأن انت كده كده هتزيل الخلفية سأنا بقول لك لو أنت حبيت تولد فيديو بعد كده بحجم شاشة الكمبيوتر هو بيكون الحجم ده طبعا التك توك بيكون 9 إلى 16 وإنستجرام بيكون 1 إلى 1 زي ما هو كده هنا بعد كده ممكن تضغط على record هنا وتقول نص القصة اللي أنت هتقوله تمام لو أنت طبعا أنت اللي هتسجل بصوتك لكن لو إحنا في حالتنا مجاهزين النص فنضغط على browse هنا عشان نختار ملف الصوت اللي إحنا حملناه فاخترت الملف من عندي من على ديسك توب طبعا ورفعته هنتظر لحد ما يعمل upload ويبدأ يحرك الشخصية دي بنص القصة اللي أنا سجلته من على الموقع اللي قبل كده هنتظر إلى حين الانتهاء كده ولو شغلنا هتلاقي الشخصية هي اللي بقيت تقول الكلام اللي إحنا رفعناه لها تضغط بعد كده على كلمة download لود عشان تحمل النص ده عندك الفيديو ده هيبدأ يتحمل عندك ونقدر نستخدمه دلوقتي مع بعض الخطوة الأخيرة بعد كده أن انت هتجمع كل الحاجات ده مع بعض تستخدمها على أي برنامج منتج عندك كمان ممكن تعملها online من غير ما يبقى عندك برنامج منتج فأنا هعمل لك الحاجتين في البداية هتكلم لو انت عندك برنامج منتج هتجمع الحاجة ازاي وبعد كده هقول لك برضو لو انت عندكش برنامج منتج تقدر تعملها online ازاي اول خطوة طبعا ان احنا ضفنا كل حاجة حملناها دلوقتي او عملناها مع بعض حملناها وضفناها داخل البرنامج بتاع المنتج بتاعنا بعد كده هنبدأ ناخد مشاهد المنتج دي مشاهد القصة ونضغط كليك يمين عشان تكون ماشية في الفيديو كله وهنضع المشاهد بالترتيب حسب النص اللي احنا واخدينه بعد كده هناخد الفيديو اللي فيه الشخصية بتتكلم ونضعه فوق الفيديوهات كده وبعد كده المشاهد دي نحاول نقسمها بالضبط على قد النطق بتاع الفيديو هده انا بقى عندي الشخصية اللي هي بتتكلم دي ظهرة فوق الفيديو الاساسي بتاعنا. هنضغط على الفيديو هو بتاعها وبعدها نختار على كرومة كي على أي برنامج منتج وبعدها نشيل الكرومة ونظبطها بالشكل ده نقدر نصغرها ونضيفها في أي مكان إحنا عاوزينه كدليل إن دي الشخصية اللي بتحكي لنا القصة دلوقتي تمام؟ ممكن كمان نضيف لها زي دروب شاد وكده عشان تبقى الظهرة إن هي وقفة في ظهر الشاشة بالشكل ده تمام؟ ناخد الإفكت ده ونعمله قوي ونضعه باست على الفيديو التاني هتلاقيه بالزبط تبقى زيه بخطوة سهلة وبسيطة طبعا إنت لو أنت متابع دورة فيلمورة عندنا على القناة هتلاقي كل شروحات بردامج فيلمورة متوفرة على القناة بعدك تضغط على إكس بورت هنا وتحفظ الفيديو بالجودة اللي أنت حبيبها وبعد كي نعمل على إكس بورت ننتظر لحظات لحد ما الفيديو يرندر كانت الأميرة ليلى تجلس في قاعة القصر تحلم بمغامرات مثيرة دخل العجوز حسن وقدم لها خريطة غامضة اذهبي لجزيرة الألغاز لتبحث عن السر الضائع قال ركبت ليلة السفينة مع رفاقها وانطلقوا وصلوا إلى الجزيرة حيث واجهوا بوابة ضخمة مغلقة يبدو أن السر مخبأ وراءها لكن كيف يمكنهم فتحها؟ وفي النهاية أتمنى أنك كنت استفدت من فيديو لو استفدت تخلش عليها بلايك واشتراك لشروحات أكتر اتأكد أن أنت مشترك في القناة ولايك للفيديو ده كان معكم أحمد وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستل المعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة